اهاتي اليوم النهاردة بتتكلم على الاطفال المبتسرين اطفال الخدج الاطفال الموجودين قبل 32 اسبوع وزنهم اقل من 1052 جرام وتحطوا في الحضانة عشان يقدروا يتعاملوا بعد كده مع الجو الخارجي لما بنفحص الاطفال دول اربع اسابيع بعد الولادة بنفحص عنهم بوسائل مختلفة منها الوسائل العادية الفحص العادي ده محتاج شوية خبرة بس في التعامل مع الطفل الصغير اوي ده او بالاجهزة المتطورة والحديثة ده جهاز الريد كامل بصور قعلين بسلسة ويسر او بهم دول جهاز الريسلتين وبناخد القرار العلاجي بنيجي نقول لأمة والأب بالحقيقة وقد يكون ده صادم او قد يكون ده غير صادم لانهما عارفين وجايين محاولين من زملة تانيين كده عارفين ان احنا متخصصين في هذه الجزئية ان الطفل محتاجين نعالجه طب يا دكتور هتعمل له ايه هنعمل له والله هنديره بينجو كولي بس فردود الأفعال بتابع عجيبة وغريبة بينجو كولي حيثة اللحمة دي تستحمل يا نهر أبيض يا معقولة وتابع ايه الجدة قعدت راجعت ورا كده وبتبص المين اللي بتكلم ده والأم بانكت ان ده اول طفل او تاني طفل ديها ويا سلامنا وبنتكلم فيه ناس كوبار شوية وعملوا كان عندهم مشكلة في الانجاب وعملوا حامل متعدد وجابوا توقم او تريبلتس دي مصيبة سودة تانية وحنعمل ايه طعم يا جماعة ممكن نبنج الأطفال ممكن نايم وحنعمل ايه يعني مع انت الواحد حعمله ليزر او حنتستخدم الوسائل الأحدث دلوقتي اللي هي الحقن داخل العين وقد نستخدم الوسائلتين مع بعض فلازم الطفلين بقى مرتاح ولازم نقدر نوجه العين زي ما احنا عايزين بنايم الطفل ازاي نشوف الصور اللي جاية دي ازاي بيتخدر الطفل ازاي بنقدر نعمله ليزر العين الصغامطوطة خالص دي بنستخدم لها مباعد وفون صغار خالص وعدسة صغيرة خالص وبينوجه الأشعة سواء بنفحصه او بنعمله ليزر وبندوس شوية العين باستخدام قطن الودان كده اللي هو بيلف العين عشان نقدر نعمله هنا الولد صاحي بنكتفه بس عشان ما قدرش نتحرك كتير ونقدر نفحصه بسهولة ويسر مشكلة دايما فيه اطراف الشبكية فلازم نلف العين عشان نشوف اطراف الشبكية هنا في المستشفى الولد حقيقة بنخدره وعشان يبقى استلي بقى ثابت والطريقة اللي هي التقليدية شوية نحن بنعمل ليزر غير مباشر بالجهاز اللي أنا لابسه على دماغي ده عشان يعني نعالج اطراف الشبكية اللي هي حتنزف ولي هي حيبقى فيها مشاكل كتيرة الليزر بيعمل ايه في اطراف الشبكية؟ الليزر بيعمل زي ما مرضى السكر بيحصل لهم اللي بيعالجهم بالليزر هنشوف الصورة الجاية دي اللي ان الليزر بيجي يعالج هنا الولد من نايمه وشافين كل حاجة قد على قده دكتور التخدير حقيقة صحته حلوة شوية في ايده قد الولد على بعضيه ولكن الاجهزة اللي بيستخدمها ان احنا ننايم الولد اجهزة حديثة واجهزة مناسبة جدا جدا للحجم الطفل واحصل حاجة في الدنيا الحقيقة لان الولد ده هدام اقول الاهل كده احنا هننايمه وحنصحيه وحندهه لك خافة بإذن الله ده منظر الكلاسيكي للليزر العصب البصري والشبكية النقطة البيضة اللي حوالين الشبكية دي هي نقطة كنا نستخدم فيها الليزر غير مباشر جهاز اللي انا وردت لكم في الفيديو ان احنا نعالج بيها اطراف الشبكية ودي صورة مجمعة لحقيقة كومبوزت كده للطريقة التقليدية صحيح اطراف الشبكية مش شغالة بس اطراف الشبكية كانت هتعمل لنا مضاعفات شديدة فبنحافظ على المركز اللي احنا بنشوف به اللي هو منطقة العصب البصري ومنطقة المركز الابصار وصاد ان احنا بنخسر جزء من الشبكية وده بيعالج الدزمة كبيرة جدا من الاطفال بيحصل بعد كده شوية قص قصر نظر اللي هو بيحصل بعد كده عن 2-8 شهور في نسبة مش قليلة من الاطفال دول اللي بنعالجهم بالليزر جيل اللي بيحتاجوا يبصوا نظارة وعشان كده رقم الثاني المهم بعد 4 سبيع من الولادة 8 شهور من الولادة الوقت ده الطفل بيقدر يسلق فيه رأسه وبيقدر نبسه ودرشه بيها لو احتاج او كان هو جزء من الناس اللي محتاجه هذا التعامل وهذا الاحتياج البصري عشان نظر يبقى واضح ليه بنعالج امتى الناس دول بنعالج دلوقتي قسمنا المرض الاعتلال الشبكي نتيجة الولادة المبكرة ليه حاجتين حاجة اسمها ثراشل او نوع الاول طيب 1 وده يستوجب العلاج الان وطيب 2 ده نتابعه لان احنا قد يكتمل النمو والحقيقة ده بيحصل في معظم الحالات ايه فوق 60-70% من الحالات النمو بيكتمل لواحده من غير اتدخلات بس لازم نتطمن ان العروق دي وسط طغاية اطراف الشبكية لان لو حصلت مشكلة الطفل مش هاشتكي لو حصلت نزيف مش حولك اه انا شايف خيالات وشايف نقط صودة ويا باب يخدني ايه للدكتور عشان عايزة تعالج ها فاحنا ما ننساش ابدا ان هو لازم ده نفحصه لغاية ما يكتمل نمو طيب الجزء اللي ما اكتملش النمو بتاعه اللي هو النوع الاول اللي هو يستوجب العلاج الان ايه اللي حصل في الساعتين تلاتة الاخرانيين دول والحقيقة دي حصل عمل الطفرة عمل الطفرة وعيب علينا بعد هذه الطفرة العلاجية القوية والفعالة ان احنا يبع عندنا عمى نتيجة الولادة مبكرة تاني عيب علينا اوي 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 ده والحقيقة من هنا انا قناشط حقيقة وزارة الصحة ويمكن البرلمان كمان زمايل افاضل موجودين في البرلمان انهم يتبنوا مشروع قانون لي وجوب فحص الطفل الحضانة اللي مواصفاته قلناها النهاردة اقل من كيلو ونص اقل من 1250 جرام ومولود قبل 32 اسبوع وتحط في الحضانة وجوب فحصه شهر بعد الولادة والله ده حيمنع 3% من اسباب العمى وال3% دي تراكمية حتبقى 50-60% لو حسبنا طول عمر الطفل المبتسر وهو مشروع قانون بس بيقول كالقاتي ان هذا الطفل اللي تحط في الحضانة دكتور الاطفال في الحضانة شهر بعد الولادة يأما يستدعي دكتور العيون متخصص عشان يفحص عينه يأما لو الولد خارج يمضي الاب على كونسنت على موافقة مستنيرة او اعلام مستنير يا افلان انت يجب ان تروح تفحصين طفلك دلوقتي في هذا المركز المتخصص عشان لازم نكلير هذا الموضوع يبقى دكتور الاطفال شل من على نفسه المسئولية واعلم الاب وقدم الخدمة اللي احنا في الاخر هدفنا واحد ان الطفل اللي هو تعب فيه شهر واثنين وثلاثة في الحضانة عشان يطلع عايش نطلع عايش وبصحة جيدة ومش هنختلف في هذا الموضوع احنا هم بالعكس احنا تعودنا وثيق وتام مع اطباء الاطفال على كل المستويات وفي كل المجالات الحياة المتعلقة بالخدمات المشتركة بيننا وبينهم في سواء الاطفال متسرين او الاطفال او الشباب اللي هم بيكبروا معاهم وده حاجة فيه منتهى الاهمية لو ملحقناش طفل بيحصل ايه هيحصل الاتفال